هذا البرنامج برعاية أمانة كابتر أهلا وسهلا فيكم مشاهدين مرة جديدة نحن في حقيبة الجو طبعا في هذه الحلقة سأتناول مواضيع مهمة جدا وهي محطات تواريخ مهمة جدا كانت حصل فيها رفع للفائدة أو تخفيض للفائدة ماذا جرى في الأسواق لأن الأسواق تنتظر سبتمبر ماذا يحصل وبالتالي خلينا ناخد فقط التاريخ لنرى ماذا يحصل في السوق اتنين عنا وقفة سريعة جدا مع النفط جميلة جدا وثلاثة أيضا عنا وقفة دراسة تعليمية فقرة تعليمية عن الشموع اليابانية فقرة تعليمية عن الشموع اليابانية سنة نورها طبعا فيكم نتواصل دائما على تويتر وشرفني كتير متابعتكم رح نبدأ طبعا الحلقة من فقرة ظريفة وجميلة جدا عن تاريخ رفع الفائدة وتخفيضها في بعض الوقت مشاهدين إذن أبدأ مع الفائدة طبعا حتكون هالفقرة مخصصة خصوصا اقتراب شهر سبتمبر يضغط على الأسواق وبالتالي الفيدرالي يحاول أن يحضر الأسواق لاستقبال رفع محتمى للفائدة سنشاهد بعض التواريخ المهمة جدا في السابق خصوصا اخر أربع رؤساء أو حاكم للفيدرالي من بول فولكر إلى آلان جرينسبان إلى أيضا بن بنانكي وجانتينين أربع حكام للفيدرالي ستة وثلاثين سنة منذ ستينين بول فولكر اختلفت السياسة النقلية بالولايات المتحدة الأمريكية أبرز المحطات اللي حصلت طبعا هيدا صورة بول فولكر بول فولكر يعرف أنه طويل القامة وأيضا بدخن سيجار باستمرار سنة الأبسة 181 وصلت عوائد السندات الأمريكية العشر سنوات وصلت 16% رأم مخيف جدا يعني مقارنة مع اليوم يلي ما قاري تاريخ الفوائد وسندات الخزانة الأمريكية 16% نحن بمناطق قريبة مناطق الصفرية قريبة من السفر نتكلم عن 16% كأنه نحن نقرأ عوائد سندات اليونان اليوم اللي عم تكون تقريبا أعلى من هيك بس أنه كانوا عم بقرأ عوائد سندات لدولة أخرى إذا 16% على بول فولكر برجع هيدا كان التواريخ سنة 1981 رفع الحاكم فولكر الفائدة للحد من التضخم كان المشكلة عكسية جدا هون مع الوقت الحاضر عنده مشكلة تواجه وهي التضخم نحن هون في الوقت الحاضر مشكلتنا هي يريد أن نخلق التضخم في الوقت التعليل الأمريكية عند بول فولكر كان يوجد التضخم ورفع الفائدة طبعا لا يقدر يحتوي التضخم هيدا كان بول فولكر التواريخ المهم جدا طبعا التاريخ التاني أو الشخصية اللي راح أصر أربع خمس رؤساء أمريكان وبقي فترة كبيرة جدا حوالي 18 سنة حكم فيدرالي قطع معه كل يعني المحطات البرزة إلا الأزمة العالمية يعني هو خرج وبعدين انفرجرت الأزمة العالمية سنة الأربع وتسعين مع خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود رفع كمان هون جرينسبان رفع الفوائد على نحو غير متوقع طبعا الرفع للفائدة أحدث هزة في الأسواق هو ما تخافه اليوم يعني حصل هالشي مع ألين جرينسبان رفع الفوائد بهذا التاريخ الأربع وتسعين وعمل هزة في الأسواق سأتوقف مع أول ستينك في هذه الحلقة مشاهدين أبقى مع ألين جرينسبان خصوصا مثل ما ذكرت أطول كانت عنده فترة ويلية لألين جرينسبان من الطبيعي أنه يصير معه أحدث مهم جدا خصوصا 11 أيلول فقاعة الدوت كوم وما إلى ذلك يعني أطعب أوقات خطرة وطويلة جدا الشي اللي تاريخ المهم جدا هو سنة التسعة وتسعين ألين جرينسبان هون مرة جديدة هون تعاني السندات بسبب ارتفاع الفائدة يعني نحن هون دائما تتكلم عن الرفع الفائدة المناسبة طبعا هي ونهي الأسواق إلى رفع الفائدة بسبب ارتفاع الفائدة بحدة وشي كان رد فعل أو ليواجه الأزمة الأسيوية بتذكروا الأزمة الأسيوية السبعة وتسعين فجرت بآسيا وانتشرت انتجار كبير جدا للحد من بالولايات المتحدة الأمريكية صار في رفع للفائدة دفاع كان كبير جدا من ألين جرينسبان المايسترو ألين جرينسبان سأذهب إلى بن بن نانكي طبعا هون رئيس ثالث وبالفعل هون أثبت بن نانكي رغم أنه يعني يخلف ألين جرينسبان بعد عشر سنوات سنة الالفان وتسعة نحن كان هناك سنة الالفان وتسعة سنة تسعمية وتسعين بعد الفان وتسعة هون صار في عملية عكسية لماذا؟ لأنه الوضع الاقتصادي تغير كليا كان عنا عونيك تضخم عنا مواجهة الأزمة الأسيوية هون المشكهية عنا مواجهة مش أزمة أسيوية أتته أزمة عالمية وبالتالي كان مفروض أنه يخفض أول شيء الفوائد السفرية استعمل الأسلحة التقليدية وهي أنه تصير الانخفاض وتخفيض مستمر لمعادلات الفايدة ثم يذهب إلى أسلحة غير تقليدية ومنها تسير الكمي اللي بدأ فيه إذن انخفاض تخفيض الفايدة إلى الأسفار وبداية التيسير الكمي هذا تاريخ مهم جدا كامل 2009 تراجعت عوائد السندات بعدين صار فيه بداية تيسير الكمي شراء السندات خلينا إذهب من بن بنانكي إلى نحنا متكلم هلأ بالوقت الحاضر نحنا متحدين أنه يصير فيه كمان بنانكي أول إشارة أو هنت صار فيه أنه بده يصير فيه انسحاب تتريجي هوني عم يبلغ الأسواق عم يبلغ الأسواق أنه بده يصير فيه بالألفين وثلاثعش أول إشارة ولكن حزت هذه الإشارة حزت الأسواق الناشئة وضربتها ضربة كبيرة جدا كانت أول إشارة لنية الفيدرالي لإنهاء تيسير الكمي ضرب فيه الأسواق الناشئة وقدق العملية أيضا بيع كبيرة على السندات كمان هوني شف شاهدنا ومتذكرين كتير أنه عملات الأسواق الناشئة سجلت لوي 12-15 سنة مثل ريال برازيلة الروبية الهندية والإندونيزية وأيضا الماليزية يعني كل الأسواق الناشئة انضربت بقوة والليرة التركية أيضا طبعا برازيلة التركية، اندونيزيا، الهند وكل هالتكتل الموجود داخل هالمجموع أكيد فورا بتأزى أول بيكونوا المتأزين من أي رفع لألفيدرالي بالإضافة إلى ضربة كبيرة كانت جدا على السلع السلع هي بترول دول الناشئة هيك بتصور انتهينا من قصة الفيديو ولكن في صورة مهمة جدا على الإنترنت جميلة جدا، لاحظوا هوني المفارقة وهي التالية الأول حاكم هو بول فولكر تاني ألان جرينسبان وأيضا هوني الطولون بين بن بن نانكي ومتر وستين جانيت يالين لاحظوا طول قامة الحاكم الفيدرالي تتراجع مع تراجع العائد على السندات الأمريكية العشر سنوات نحن نتكلم طبعا عملاء كتير كبير بول فولكر عم تشاهدوه على الصورة ولاحظوا سيكس بوينت سيفن هوني فوت عم نتكلم وبن نانكي جرينسبان خمسة أحدعش بين بن نانكي أيضا خمسة أثمانية ومتر وستين على المتر أو خمسة متر وستين لجانيت يالين طولة لاحظوا الطول كيف متناسك مشاهدين هاكي تلتهي فقرات اللي كانت يعني احنا بالمناسبة اقتراب أكتر وأكتر شهر سبتمبر كانت الفقرة عن التواريخ مهمة وما حصل في هذه التواريخ وأيضا الصورة كانت ملخص فيها كل شيء مشاهدين أذهب إلى البق فقرة صغيرة جدا أيضا عن البترول أحدد ماذا؟ أحدد حركة النفط في هذه الفترة خصوصا ضربة جديدة تتلقها أسعار النفط ويعود مرة جديدة إلى مستويات متدنية ويتراجع بقوة طبعا مفاجأ هالمرة بالهبوط أنه الصخر صامد وبالتالي الصخر هون أظهر مرونة غير مسبوقة بمواجهة تراجع النفط أنه يجاوز المليونين برميل بالفترة المقبلة خصوصا ما عم بيصير فيه من الجهة التالية من الطلب أي تحسينات كبيرة جدا الصين عم تشاهدها أنه أكتر وأكتر فيه تراجع بالمقابل ما فيه أي تراجع بالإنتاج من كبل أي من الدول الكبيرة إن كان روسيا أمريكا والسعودية عم نشاهد 10 مليون فاصل سبعة بروسيا برميل يوميا إنتاج عم نشاهد بالمتحدة الأمريكية 9.5 عم نشاهد 10.5 بالسعودية ثلاث دول الكبار يعني عم تكلم 10.5 بالتسعة ونص عم تكلم 20 مليون برميل وأيضا 10 ف3 أكتر تقريبا 31 مليون برميل بين أمريكا وروسيا والسعودية بيئة مقابل المضاربون هون المضاربون على مناطق كانت بنهاية الستينات بالفترة الأخيرة على أسعار 68 دولار شاهدنا أنه البيعه تقريبا تلت صافي مراكزهم الدائنة قرب 68 دولار وبالتالي الفجوة بين البراند والخفيف كانت عم تحرك بشكل يعني دراماتيكي خصوصا أنه تلتا عم بيبيعه الخفيف ويشتروا البراند وأحيانا عم يشتروا البراند ويبيعوا الخفيف وبالتالي الفجوة يا بتتسع يا بتدي كانت الفجوة تقريبا 3 دولار و 6 7 دولار جات هابطت إلى 5 دولار طبعا عملية البراند الفجوات بين الإنجليزي والبريطاني أو بين الخفيف والبراند تاخد بالاعتبار أيضا الأمريكي والبريطاني عم تاخد بالاعتبار كل هذه الأشياء طبعا هذه التحركات الكبيرة جدا في كتير مضاربين بيضاربوا على الفجوة يعني إذا وصلت الفجوة بين البراند والخفيف إلى منطقة معينة دولار أو نص دولار بيصير فيه شراء على أي عقد من تاني بيصير فيه بياخدوا الفجوة بين النفطان هي الأساس خينشيت بالسابق كيف كانت طبعا بالأزمة العالمية الضربة كانت كبيرة جدا كانت قتت من أزمة عالمية هالمرة الضربة قتية من الأساسيات من العرض ومن أيضا ضربة من الدولار والصخرة ولكن خلينا نعتبر أنه ضربة من مناطق فوق الـ 115 دولار قتت من أشياء من الأساسيات النفط وبالتالي كيف سيكون التعافي شكل التعافي للأسعار لاحظوا هون إلى الآن يعني الهبوط الحر اللي عم نشاهدوا هون القوي جدا بآخر موجة هبوط إلى الآن يعني شكل L يعني يحاول أن يعود ثم أن يصعد ثم يعود مرة جديدة إلى نفس المستويات في نوع من L يمنعه ما في حرف V إلى الآن بينما بينما وممكن تطول هايدي الفترة أو ممكن تكون تاخد شكل حرف بالأجنبي L يعني أنا أول عمود على اليسار بعدين عندي على الخط الأفقي وبعدين يمكن إذا صار ارتفاع بحط بيكون ارتفاع صاروخي أو قوي بيعمل حرف بكمل اليو بالأزمة العالمية عمل حرف V تقريبا حنشاهد هالشي سويا يعني ما جلس كتير فورا صار فيه شراء عند المستويات خنشاهد الأزمة العالمية طبعا نلاحظ هون التعافي خلال الأزمة العالمية تقريبا فيه نوع من V V باللون الأحمر عم تشاهدوه طبعا نوصل هون البرميل إلى مناطق عالية جدا كانت فوق المية واربعين دولار وبالتالي صار فيه انهيار قوي إلى مناطق الاربعة وثلاثين دولار من المية وثمينة واربعين دولار إلى الاربعة وثلاثين دولار ثم ارتداد للمية وعشرين دولار مية وسبعة عشر دولار لاحظوا تقريبا كان فيه V وبالتالي رجلت هاي الموجة كانت تبع الأزمة العالمية لأنه كانت مش بسبب النفط كانت بسبب الأزمة العالمية وأيضا كانت عامل دوت جونز أو ارتفاع دوت جونز مع النفط كان قوي جدا الآن بعده قوي الأسعار ترابط العامل رابط 2 ولكن خف قوة هالرابط في الفتر حالية بين دوت جونز والأسواق وأيضا عامل النفط تقريبا يمكن هالفقرة أظن انتهت وبالتالي خليني أتوقف مع فاصل وأفصل البرنامج قسمانس وما أعود بعد طبعا بعد الفقرة أعلانية سما أعود مرة جديدة إلى الفقرة التانية من حقيبة الجوء بكم معنا لنناقش بعض الأشياء الجميلة الشموع اليابانية وما إلى ذلك في التحليل الفني ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين مرة جديدة في حقيبة الجوء سأستعرض في هذه الفقرة أو في الفقرة التانية نبزع عن التحليل الفني بعض النمازج المهمة جدا مثل الشموع اليابانية وبعض النمازج تشكله عدة شموع يعني ممكن يكون في عندي ثلاث أربع شموع وتأتي الشمعة أيضا في نهاية الترند يعني يكون في ترند وشموع من قبلها سويا هنستعرض هالشيه خليني شاهد بداية لاحزوا هون أنواع الرسوم اليابانية أي رسوم هون للبيانية في عنا أربع أسعار مهمين جدا هن أقل سعر وأعلى سعر سعر الافتتاح وسعر الإغلاق فقط هون هن أربع أهم أسعار تحدى الافتتاح الإغلاق أعلى وأدنى الصورة التالية اللي رح نشاهدها هي طبعا ضمن أول شي قبل الديفنيشن الشموع اليابانية لاحزوا هاي دي شكل الشمعة شمعة إلى لون وجسم طبعا الجسم الشمعة ممكن يكون لونه أسود أو أبيض أو أخضر أو أحمر نفس الشي خلينا نشاهدوني كميلة مثل ما قلنا هون أعلى مستوى قدنا مستوى سعر الافتتاح إغلاق عندما عندما يكون سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق أو عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح أتكون لون الشمعة هي سوداء أو حمراء ولكن لا يعني أنه السوق تراجع فقط سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح ويمكن يكون مرتفع السوق 30 نقطة مثلا يمكن فتح السوق بلاس 100 نقطة هيدا سعر الافتتاح رجع أقفل السوق مرتفع خمسين نقطة الشمع هي حمراء ولكن السوق مرتفع وممكن يكون أنه افتتح السوق مئة نقطة وثم تراجع السوق وأصبح متراجعاً خلينا نقول عشرين نقطة هون الشمع حمراء والسوق متراجع انتهى الموضوع أعود إلى الصورة التالية دائماً مع الشموع اليابانية من بعد ما عملنا هالدفنيشن لحظوا هون عم نشاهد الأعلى وإلى الأدنى وكمان هون الصور اللي مقلنا أنه بتختلف وممكن يكون لونة أخضر وأحمل نفس الشي هون بدي بس شير إلى أنواع الرسوم البيانية لاحظوا الشموع هون بتكون أول شمعة لونة أسود تاني شمعة بتكون لونة أخضر بتكون هون عوض السوق ما خسره بالجلسة السابقة الشكل بيكون هو على النحو التالي اللي ما بتشاهدوا أنه جلستين وراء بعضهم رجل صار في تعويد الصورة اللي بعدها طبعاً هون سريع نحن لأنه إشي بسيطة هيدا عم بتكون مو كتير بالحلقات مقبلة أنه ناخد أكتر تفاصيل خلينا نشاهد هوني الشموع اليابانية مثلاً عم بتلاحظوا هوني جسم الشمعة جسم الشمعة اللي عم تشاهدوا يتصبح نوع مثل الدبوس يعني راحزوا جسم الشمعة صغير جداً وفتلة الفتلة تبع الشمعة بتكون طويلة وبالتالي سعر الافتتاح بيكون قريب من سعر الإغلاق ولكن الأسعار أعلى سعر بعيد جداً عن سعر الإفتاح بيحصل عندي هيدا الأشكال من الشموع سأتوقف مشاهدينا مع أول ستينج بي الفقرة التانية مزيد سريعاً من أشسام الشموع طبعاً إلا الشموع عندما تقترب من بعضه وفي أعلى سعر بعيد عنه أكيد حيكون في نوع من دبوس تقريباً لما بيكون سعر الإفتتاح كتير قريب أو يساوي سعر الإغلاق لاحظوا كيف عم بيكون نوع من الصليب أو أيضاً من شيء يكون طويل عم تشاهد هنا الطول بين أعلى السعر وأقل السعر طبعاً جسم الشمع هنا عم بيكون نوعاً ما بدون أي جسم كماناً مرة جديدة عم تشاهد هنا هالمرة رح نذهب إلى إشارات تعطينيها الشموع اليابانية مثلاً عندي تراجع متواصل من الشموع وفجأة تظهر شمعة هذه الشمعة تسمى نجمة الصباح وهي كيف تحصل بيكون فيه جاب أو تداول فجأة بآخر شمعة لاحظوا شمعة صغيرة في أسفل الصورة بيكون فيه تداول بالأسعار ولا تداول في اليوم اللي قبل يعني بيفتح مع خبر مدفوع ولكن خلال السوق الإغلاق يرتفع ولكن لا يدخل فيه الجسم الشمعة الأولى وثم يأخذ اتجاه صعد بيكون تقريباً أنه نجمة الصباح أطلط وممكن أن ينتخلو اتجاه صعد الجلسة اللي بعدها بيكون فيه ارتفاع بيكون كبير من بعد هذه الردة القوية يعني ممكن يكون حدا ندخل اخر السوق ثم صعد نفس التقريباً هوني كميلاً ما بيكون فيه جاب بس بيكون فيه إشارات عكسية للانخفاض خليني نشاهد هوني الصعود ثم شمعة كبيرة وأيضاً تظهر شمعة سوداء هذه الشمعة سوداء تقفل تحت نصف الشمعة البيضاء تحت نصف المستويها ثم ممكن كتير أنه ترجع تاخد اتجاه هابط ويعكس الاتجاه يعني يعكس الاتجاه يعني يرجع من هذه الشمعة نبني اتجاه هابط هذا ما نقصده أيضاً أريد أن أعطي بعض النمازج الإشارات دائماً العكسية يعني وين ممكن أنه أنتبه لماذا إشارات عكسية؟ أنتبه وأخرج من السوق لأنه السوق سيأخذ اتجاه عكسي طبعاً خلال اتجاه عكسي ممكن كتير أنه يصير فيه ارتفاع ذات دائماً موجودة ومضاربات خلال اتجاه هابط لاحظوا هون إشارات مثل خلينا نشوف هون النجمة النامية هون عم نشهد الصعود ثم شكل هذي الشمعة الافتتاح قريب من الإغلاق وثم بعيد عنه كانت أعلى سعر خلال الجلسة وتكون باللون الحمراء أو اللون الأسود ثم يأتي هذي بتكون بنهاية الاتجاه بعدين بيخلق فيه اتجاه هابط خلينا نشهد الهانجنجمان أو الرجل المتدلي نفسه لالنجمة النامية ولكن بيكون معكوسة خلينا نقول الافتتاح والإغلاق من فوق مش من الجهة الأدنى ولاحظوا هون كأنه انشنق الرجل بنهاية الاتجاه يعني كأنه شنقوا الاتجاه أو قتلوا الاتجاه بمستويه الأعلى وبالتالي بيسموه الرجل المشنوق أو الرجل المتدلي وهذا الاتجاه قتلوه وبالتالي إذا تشكل هذا النوع من الجموع بعدها سيأتي الاتجاه العابط صار الوقف مع آخر ستينغ وأونية البرنامج مشاهدينا فقط ملاحظة لآخر ورقة كنا أشان عليها اللي هي الهانججمان مش ضروري إذا شاهدتوا دائما هذا النوع من الشموع يعني هون عم تشاهدوا تكتمل ويصير فيه انعكاس لأنه مون كتير في منهم يصير فيه خطأ هون ويدخل السوق خطأ يقول فيه انعكاس ويكمل السوق صعود اللي بدي يقوله أنه هون خلال اتجاه الصاعد لازم يكون فيه عدد شروط بداية لازم يكون فيه اتجاه الصاعد خلال اتجاه الصاعد يصير فيه انججمان بعدها يتحقق بعد النزول الشامعة اللي يصير فيه تأكيد للاتجاه لأنه أحيانا هذه الأنواع من الشموع تأتي أحيانا مثل إشارات خاطئة وبالتالي يكون فيه أو كاذبة ويصير فيه نوع من تكذب على المستثمر هذه الإشارات لأنه مش دائما تصدق ولأنه فيه بعض دائما عليها الكاذبة بلاحظه هون لكن هون بهذه الصورة هي لأنه او التعريف عنها لازم تكون بها الصورة ولكن ليس دائما نشاهدها في هذا الشكل وبالتالي يجب الانتباه على الإشارات الخاطئة أو النمازج الكاذبة والتي لا تكون مئة في المئة على هذا النحو طبعا مشاهدين هايك منوصل لنهاية البرنامج بتشكر كتير بس بدي شير للإيميلز وكيفية التواصل معكم بنهاية الآخر فقرة طبعا احنا ركز هون على المسألة التحليل فني حناخد بيئة بيئة الفقرات المقبلة بعد التحليل الفني نوعا ما العميق أو المتعمل متناول في الهارمونيك وايضا الاشياء النمازج اللي غير تقليدية آخر مستينج وانهي الحلقة مشاهدين هايك منوصل لآخر فقرة من البنامج بتشكر كتير ل طبعا المشاهدين هاي وبتذكر بكافية التواصل معكم آآ بداية النموقع الإلكتروني للقناة cnbc.arabia.com فيكن تشاهدو أرشي في الحلقات الإيميل للتواصل آآ عم تشاهدوها جو.هاواتأماناكابيتل.com ايضا موجودة على التويتر بصورة مستمرة هيدا عنواني على التويتر آت جو أندرسكور هواون مشارفني كتير متابعتكم وتغريدات متواصلة آآ هاك بنوصل لنهاية حلقة شكر موصول للمخرج آآ جناح كنج وأيضا زميلتنا مهار على هذه طبعا الحلقة بتمنى نكون أنه نيلة إعجابكم بنرجى ملتق معكم بحلقة أخرى هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر